لم تعد فوهة تلك الدبابة مغلقة كما كانت بل يبدو أنها فتحت نيرانها بالفعل على أبناء تيجري حسب آخر الأنباء الواردة من هناك المتحدث باسم جبهة تحرير تيجري أكد أن الجيش الإثيوبي شن هجوما بريا على قوات تيجري شمال البلاد مضيفا أن الهجوم جاء بمساندة قوات خاصة من إقليم أمهر على جميع الجبهات عبر استخدام المدافع الثقيلة والطائرات المقاتلة والدبابات والصواريخ الهجوم الذي يأتي بعد أيام من أداء رئيس الوزراء أبي أحمد اليمين الدستورية لولاية جديدة أحبط كافة النداءات الدولية بوقف الحرب رغم ما سببته من أزمة إنسانية هائلة كما وصفتها الأمم المتحدة بل أضاف مزيدا من النيران المشتعلة بين أبناء البلد الواحد ما ستحدث مع الـ TPLF؟ ما ستحدث مع الناس من تيجري شمال البلد نار الطائفية والقبلية رغم اشتعالها وقسوتها لم تستطع أن تحرك مركبة واحدة لتسهيل وصول مساعدات إنسانية لآلاف ممنهم على شفى مجاعة كما تقول الأمم المتحدة مخزونات الوقود في تيجري تنخفض بشكل خطير والوقود أمر حيوي للحفاظ على سير العمليات وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وبين غضب دولي جراء قيام حكومة أبي أحمد بطرد سبعة مسؤولين من الأمم المتحدة وتزايد المخاوف من تفاقم التداعيات الإنسانية في تيجري تظل تلك الطفلة عالقة بين أطلال منزل كان يوماً يأويها أسامة سرايا العربية